حوادث مرور مروعة شهدتها الطرق الجزائرية مع بداية شهر رمضان تسببت في هلاك وجرح العشرات عبر عديد الولايات 34 حادث مرور أصفت هذه الحوادث الأسف عن وفاة عشرة أشخاص رحمهم الله وإصابة 47 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة فيما يخص الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث يبقى دائماً العامل البشري يتصدر قائمة الأسباب العامة المؤدية إليها حيث تسبب السوق في 31 حادث مرور منها 5 حوادث بسبب الصرع المفرطة تغافل السائق ب7 حوادث السير على اليسار ب3 حوادث عدم ترك المسافة الأمنية إلى الأمام ب3 حوادث المرة أيضاً تسببوا ب3 حوادث المركبات بحادث واحد تأثير الطعب وإرهاق الصيام يولد نقص التركيز كما أن الإفراط في سرعة قبيل الإفطار والمشحنات يثنى السياقة هي سلوكيات سلبية وجب تغييرها لا سيما وأن العامل البشري يبقى المتسبب الأولى في حوادث السير بالنسبة لأسباب حوادث المركب في شهر رمضان للأسف هي كثيرة وعاددة جداً الكثير من السائقين يجالون بأن إذا كان هو صائم فصيارته غير صائمة أي أن قدرة سيتبقى هي هي يعني قوة المحرك السرعات الموجودة في المركبة وحتى بالنسبة لقدرة الاحتمال والتركيز والفعل ورد الفعل تكون في بداية اليوم منتازة ولكن بعدها ساعات الصيام لهذا نجد أن أغلبية الحوادث مرتقع في الفترة القريبة من ساعة الإفطار نجد أغلبية السائقين ومن ذلك جهد عضلي وجهد بدني من خلال السفر للمسافات الطاويلة والنصف طاويلة وهم صائمون وهذا أكد أن الصيام يخفل نسبة السكر في الدم وينقص من التركيز ومن الفعل ورد الفعل الشجار والتوتر وتشجرات كبيرة جداً في ساعات قبل الإفطار نعم ساعات أو رمضان فيه كثير من الأسباب متعلقة بالإزدحام المورول الذي يظهر في الأسواق الشعبية وفي ساعات الذروة متعلقة بالعودة من العمل السياقة الليلية تنتشر كذلك في شهر رمضان لهذا أحذر من سياق في شهر رمضان لهذا التمنى أن يكون شهر رمضان برداً وسلم على السائقين وسائقتنا حذري ثم حذري يبقى الجانب الرضعي وتكتيف الحملات التحسيسية رفقة الفاعلين مع غرس تغافة مرورية لمستعملي الطرقات كلها حلولاً قد تساهم في كبح إرهاب الطرقات التي أضحى يبدع عائلات بأكملها ويحول أفراح ومناسبات الجزائريين إلى مآس ترجمة نانسي قنقر